السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب مرحبا بكم في مادة التربية الإسلامية للصف الرابع مع أهداف درسنا لهذا اليوم أتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يصنبت فضل الذكر يعدد أنواع الذكر أعزائي الطلاب تابعوا هذا المشهد لكي نتعرف على درسنا لهذا اليوم ما هذه الحديقة يا أمي إنها حديقة جديدة من حضائق بلدنا الحبيب قطر ما شاء الله ما أجمل الأشجار فيها سبحان الله الخالق أحسنت يا ابنتي لأنك ذكرتنا أن نسبح الله عز وجل رددوا معي يا أبنائي سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر هل تعلمون ما فضل هذا الذكر؟ نأخذ الحسنات يا أمي صحيح وهناك فضائل أخرى كثيرة لذكر الله تعالى منها أننا عندما نردد هذا الذكر فإننا نغرس أشجارا في الجنة وأنت عزيزي الطالب كم شجرة ستغرس اليوم في الجنة عند ذكرك لله تعالى؟ بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى أولى محطات درسنا لهذا اليوم مع الهدف الأول يستنبط فضل الذكر عزيزي الطالب سنرى الآن ماذا أعد الله تعالى من الفضل الكبير للمسلم الذي يذكر ربه سواء كان يذكره منفردا أو في جماعة أولا يذكر ربه منفردا عزيزي الطالب تخيل معي شخص يذكر ربه في كل أحواله ومثال ذلك عند دخوله المنزل يذكر الله عند الطعام يدعو الله يجلس مع أسرته ذاكرا لله يذهب للمسجد ويقول الدعاء ملتزم بدعاء ركوب السيارة وكذلك دعاء السفر فكيف تكون حياته؟ نعم بالطبع ستكون حياته مليئة بالحسنات والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة أحسنتم وبارك الله فيكم والآن دعونا نرى هذا الشخص لا يذكر الله في يومه لا عند دخوله المنزل ولا عند طعامه ولا عند جلوسه مع أسرته غير منتزم في آداء صلاته في المسجد لا يلتزم بدعاء ركوب السيارة أو حتى دعاء السفر فكيف تكون حياته؟ انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت والآن من خلال ما سبق استمع إلى الآية الكريمة ثم استنبك فضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إذن يبين لنا الله من خلال الآيات الكريمة أن الذين يذكرون الله كثيرا لهم شيئان فما هما؟ انظر إلى الآية الكريمة وحاول أن تستخرج ماذا؟ ماذا أعد الله للذين يذكرونه؟ نعم أحسنت مغفرة وأيضا وأجرا عظيما بارك الله فيكم إذن نستخلص من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد وعد من يحافظ على الذكر الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالمغفرة وبالأجر العظيم في الدنيا والآخرة فإذا كان هذا حال المنفرد بالذكر أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى فما بالي المجتمعون على ذكر الله تعالى؟ انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم أستكينة وذكرهم الله في من عنده والآن استنتج من الحديث فضل الذكر في جماعة اقرأ الحديث جيدا واستنتج ما جزاء من يذكر الله في جماعة من الناس أو في مجلس علم وغيره أولا بالذكر تحفهم الملائكة أحسنت بارك الله فيك وما المقصود بحفتهم الملائكة نعم أي تحيط بهم في مجلسهم بارك الله فيك ثانيا غشيتهم الرحمة والمقصود بكلمة غشيتهم بمعنى غطتهم ثالثا نزلت عليهم أستكينة والمقصود بها أي أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم الطمأنينة واستقرار القلب رابعا ذكرهم الله في من عنده ما أجمل هذا الذكر عندما يذكرهم الله سبحانه وتعالى في الملائي الأعلى ويباهي بهم ملائكته بارك الله فيكم والآن مع محطة أخرى من محطات درسنا لهذا اليوم مع الهدف الثاني يعدد أنواع الذكر إن ذكر الله تعالى أشرف ما ينطق به اللسان فكل ما يتقرب به العبد لربه فهو ذكر لله وليس الذكر فقط هو ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح وحمد وثناء على الله ولكن الذكر يأخذ ثورا كثيرة تتناسب مع الأحوال التي يكون الناس فيها فإذا استشعر الإنسان عظمة الله عند أوامره ونواهيه فيكون ذاكرا لله بقلبه وإذا فعل الطاعات من صلاة وصيام فقد ذكر الله بجوارحه ومن سبح لله وحمده وشكره فقد ذكر الله بلسانه إذن أنواع الذكر ثلاثة أولا باللسان ومثال ذلك قول الأذكار اليومية والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأذكار الواردة في الكتاب والسنة ثانيا ذكر بالقلب كتذكر نعم الله تعالى علينا واستشعار عظمته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى ثالثا ذكر بالجوارح كالصلاة والصيام والحج وغيرها من الطاعة والعبادات والآن بعد أن تعرفنا على فضل الذكر وأنواعه اختبر معلوماتك من خلال الإجابة على هذه الأسئلة أولا أذكر فضل ذكر الله تعالى من خلال ما سبق حاول أن تتذكر معي اثنان ما هما من خلال الآية الكريمة الذين يدومون على ذكر الله سبحانه وتعالى أعد لهم ماذا نعم المغفرة والأجر الكبير في الدنيا والآخرة بارك الله فيك ثانيا عدد أنواع ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع أولا أحسنت ذكر بالقلب أحسنت ثانيا ذكر باللسان بارك الله فيك وأيضا ذكر بالجوارح أحسنت أيها البطل ثالثا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية ذكر الله تعالى بالجوارح يكون بالعبادة والطاع تذكر عظمة الله عند أوامره ونواهيه التسبيح والتحمد ماذا أحسنت العبادة والطاع رابعا صل من العمود ألف ما يناسبه من العمود با قول الحمد لله يعتبر ذكر بماذا أحسنت باللسان بارك الله فيك أما الصلاة تعتبر ذكر بال الجوارح إجابة صحيحة تذكر عظمة الله عند أوامره من أحسنت أنواع ذكر الله تعالى بالقلب بارك الله فيكم والآن مع هذه اللعبة مرحبا يا أصدقائي سنحاول سويا أن نرفع على بلادنا في أعلى المبنى أنا علي الصعود وأنتم عليكم الإجابة على الأسئلة اختر المفهوم الدال على كل ذكر من الأذكار الآتية أولا قول سبحان الله التسبيح التحميد الحوقلة ماذا؟ نعم التسبيح ثانيا الحمد لله التهليل التكبير التحميد ماذا؟ أحسنت التحميد ثالثا لا إله إلا الله التكبير التهليل الحوقلة نعم التهليل رابعا الله أكبر التهليل التحميد التكبير ماذا؟ نعم التكبير لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا؟ ماذا؟ الحوقلة أم التحميد أم التكبير نعم إجابة صحيحة الحوقلة بارك الله فيكم شكرا لكم يا أصدقائي عزيز الطالب عليك بالمحافظة والمداومة على ذكر الله تعالى فبذكر الله تعالى تطمئن القلوب انتهى الجزء الأول من الدرس بحمد الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر